كل التحقيق لك كابتن ايمن شاوي برحب بك في البداية وبكل كابتن الكبار في الستوى التحليل وكل مشاهدين متابعة قناة الالي في كل مكان فوز مهم جدا على فريق عنيد فريق الاتحاد قال السكنداري لكن مكاسب عديدة جدا نهاردة فيه المبرانة معايا واحد من نجوم النادي الالي اللي متمناله عنده مصابق كبير جدا لفترة اللي جاية بدر بنون برحب بك بدر وبحقيق على ادائك وتركيزك الكبير مع النادي الالي جمهور النادي الالي مستني منك اكتر من كده لكن الحقيقة اداء اكتر من ر مبروك النهاردة ثلاث نقاط مهمين جدا في مسيرة النادي الالي شكرا حبيبي شكرا لجمهور النادي الالي مبروك على اليوم الحمد لله الحمد لله فوز كنا اشتغلنا عليه في الاسبوع بعد رجوعنا من النيجر ركزنا كتير على المقابلة دي لان انا عارفنا ان اشكل مقابلة صعبة ومقابلة خلينا دايما في مرتبة الاولى الحمد لله اود اشكر جميع اللاعبين على الاداء الكبير اللي قدمنا اليوم الحمد لله اصبحنا نستطيع اننا نستطيع نتحكم فريش من المقابلات ده شيء كويس بالنسبة لنا والنسبة للمجموعة سر التركيز مع بدر بنوب بنشوف علاقة طيبة جدا سواء مع ايمن اشرف مع ياسر ابراهيم مع سعد سمير كمان ما يكون متواجد الروح دي مهمة جدا لان كلها بتنعكس على فريق نادي الالي ازاي قدرت توصل بسرعة كده بدر انت خبرات كبيرة مع فريق الرجاء ازاي قدرت توصل مع لعابة نادي الالي تحديدا في خطة ده والحمد لله اول من زيت على نادي الالي اللاعب الكل الحمد لله رحبوا بي ترحيب ك بير والكل اه تعملوا معي معاملة جيدة الحمد لله اود ناشكرهم على التعامل ده هو الشيء اللي خلاني بسرعة اقلا بس لسه الحمد لله ما رديش على اداء مية في المية مع النادي الالي لسه لازم اتشغل على الشيء نكون عند حسن ضن جمهوري الالي اه ان شاء الله رح نكون عند حسن ضنه وان شاء الله جهاز الفني وبيتسو موسيماني بسك فيه بشكل كبير ويبسك في كل اللعيبة موسيماني بتكلم مع بادر في ايه تحفيزه معاك ازاي بيشجعك ازاي يعني الكواليس دي مهمة جدا الجمهوري عرفها بك هو بس مش مع بادر بنوني هو بس مع اللعيب الكل يتكلم دايما هو يديك حاجات ايجابية لتخليك تخش على المقابلات بتركيز كويس هو دايما يتكلم على الجانب ايجابي اكثر ما يتكلم على الجانب السلبي ودايما بيحط اللعباء باش يعرفوا انهم يلعبوا في نادي كبير وحاملين اميس طبع نادي كبير لازم يقدوا الكل ما عندهم الحمد لله دلوقتي في جميع المقابلات عدينا اداء كويس وبردو بشكون نتيجة ده شيء يفرح جماهيرنا وتمنى ان شاء الله اننا نكون على طول السنة زي كده انا بقدر رسالة لكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر منك مستوى اكتر من كده كمان ومنتظر كمان من كل لعبة النادي الاهلي اداء اكتر من كده ايو ده طبعا الجمهور الاهلي على طول عمل كده جمهور شبعه القاب جمهور على طول بيحب يفوز القاب ده شيء طبيعي في نادي كبير زي النادي الاهلي ان شاء الله السنة دي رح نكون عند حزن ضنهم ان شاء الله شكرا حبيب بمبارك اكيدة كابتن ايمن لكل لعبة النادي الاهلي وبدر بنون من لعبين اللي مميزين جدا لحقيقة بتنفسه بشكل كبير عنده ثقة في نفسه الحقيقة خط الدار ده بيرجع للشناوي بيرجع للعيب وبيرجع للجهاز الفني الحمد لله يمكن الامور كانت ماشى بشكل مطابع جدا لكل لعبة النادي الاهلي اشتركوا في القناة